مرحبا معك الدكتور رادي معلم رئيس فرع العلوم الطبيعيه والبيئيه في كيلوترانيم واستاذ في هضابي جذبولون وبدأتحدث معكم الموضوع كتير كتير مهم عن الهواء اللي نتنفسه عن مين بلوثنا اياه مين ذول الملوثات الهواء وشو ممكن يعمل للتلويث الزائد فلذلك بدنا ناخذ الاشي من ناحية علميه اساعدكم تعرفوا شو انا بعرف ونفهم الاليه كمان وليش العالم قلق وليه في اهتمام كبير كبير اليوم في العالم في الصعيد الاقتصادي واكيد السياسي عشان نقدر نتخطى المرحلة السعبة والخطر الظاهر الكرة الارضيه واللي احنا رح نتأثر منا فرح نبدأ في البداي بوحجي صغيري بعدين نفهم مين الملوثات الهواء شو بعملوا لما بكونوا بالجو وشو يعني عامل الدفيئة هذا وفي نهاية الامر نلخص كمان واعطيكم مهم صغيري تحاولوا تتقدم وتدرسوها في قلب مواقع علميه كتير كتير مشهوره يمكن على الاساس بس نقدر نحل الاحجيه منيح يكون معنا ورقه وقلم كمان اللي بتحبوه كتير هالهو التلفون الجوال بركي ساعدكم تحلو السؤال او لوز اذا البابا والماما بساعدو كتير جميل نتحاور او اخوتنا وممكن نحكي مع بعض هذا مش امتحان والسؤال هو عم نسمع كتير كتير قلق في العالم انه كتير من جبال الجليد في القطب الشمالي والجنوب عم بالذوب بسرعة ولما بالذوب كميات كبيره بسطح البحر ارتفاعه رح يزداد طبعا السؤال المثير هون ليش لجبال هاي جبال جليد زي ما انتم شفتوا جبل تماما جبال جليد عم بالذوب بركي الكمبيوتر او التلفون الذكي هذا مش مهم ايفون او غالاكسي او كل نوع تاني شكله كله عنده جوجل بركي تقدروا تفهموا بهالدخيقتين اللي بدي اعطيكو اياهن جواب سليم لنفسكو نشترك مع بعض تفحصوا اذا فهمنا الاشي ليه بتدوب هاي الجبال بسرعة شو السبب شو الاليه اللي بتسببها بعطيكو بس دقيقتين بعد الدرس اكيد رح تقدروا تقدموا فتعاونا نتفقنو خد دقيقتين تفضلوا حلوا السؤال اشتركوا في القناة 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 انا متأكد انو قسم منكو يمكن عنده جواب يمكن عرف ليش جبال جليد بتدوب تعال نفحص اذا انتو اكتشفته صح على اساس نقدر نفهم شو هاي الظاهره او شو اللي بيصير بنا نفهم اول اشي عن الغلاف الجوي او بسموها الاتموسفير هي الطبقة اللي حوالي خمسين كيلو متر فوق اللي يعبسة اللي الخمسين كيلو متر هي غلاف جوي في طبقة فوق 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 اللي هن حوالي تلاتين كيلو متر بسموها طبقة كتير كتير مهمة فيها شغات طبقة بسموها طبقة ال اوزون راح نحكي عنا ولا دور كبير بس هالغلاف الجوي هالي كله خمسين كيلو متر هو غلاف وديروا بالك هو اللي بسبب انتم موجودين هو اللي حمينا فوق اللي خمسين كيلو متر شو فيه فيش اشي فيه فراغ يعني الفضاء الكون هو فراغ الان على الارض في المنطقة اليابسي بسموها الطبقة اليابسي واللي فيه منا كمان ارض وتحت الارض بسموها الليتوسفير وعننا طبقة مائيه بسموها هيدروسفير او المحيط المائي هلا النباتات والحيوانات واحنا كائنات اللي بتعيش ممكن كون فيه طيور بتعيش في الهوى فيه حيوانات بتعيش في المياه مرجان اسماك وفيه حيوانات في ايران عديده بتعيش بالارض وتحت الارض وين بتعيش الكنانات الحية بسموها البيوسفير على اساس نقدر نفهم الظاهرة مهم جدا نعرف النظام الموجود في الطبيعة والمبادئ هلا فهمنا احنا نحكي عن طبقة الغلاف الجوه هل هي خمسين كيلومتر للطبقة هاي الخمسين كيلومتر والقسم الاول منها الانسان بقوم بنشاط ونشاط الانسان ان كان نركب سياره ان كان عشان ننتج كهرباء بدنا محطات توليد الكهرباء فنشاط الانسان بيضطر انه يحرق مواد عشان ننتج طاقة عشان ننتج الكهرباء بدنا نحرق الفحم او الغاز عشان السياره تمشي بدنا نحرق البنزين فقسم من المواد اللي بتطلع من عمارية الحرق احنا بنسميها غازات بس الى اسم غازات الدفيئة عشان بنشوف ليش الدفيئة ولا بتدفي هلا الغازات هاي الى اسماء وإحنا حتى لو وانه بالابتدائيين احنا بده نعرف نعرف بمستوانه وانتو اذكياء وشاطرين ونكون تكونوا علماء كبار بالمستقبل من هذول الغازات تانيوكسيدي الكربون وغاز كتير كتير مشهور انتو بتعرفوه بناخد اكسوجين بنطلق تانيوكسيدي الكربون كمان السياره لما بتمشي بتهرق بنزين بطلع تانيوكسيدي الكربون فيه كمان غاز اسمه غاز الميثان بتشموه بالغاز انتبع الغاز الطبخ هذا كمان غاز اهو الميثان البقرة عنده كرش كبير في قلب الكرش فيه غاد بكتيريا بتقوم بعملية التخمير وبيطلع كتير كتير غاز الليه رائحه كريهه اسمه الميثان وفيه مثلا غازات زي مع النيتروجين بسموه نيتروجين اكسوجين او بسموه اكسيد النيتروز وفيه مواد زي اتش اف سي فيه فلور مادة فلور مهم جدا وكربون رح نحكي عنا وفيه مواد اللي فيه غازات اخرى اللي فيه كبريت وفيه فلور وفيه فوسفات وزا ما انتم شايفين كل هاي الغازات تنطلق من عمليات الاحتراق هاي الغازات بتعملوا بتأثر بشكل كبير على الغلاف الجوي تحضارة بسموها الدفيئة شنك سموها غازات الدفيئة او جرينهاوس جازس او جازي حماما بالعبراني هذول الغازات كميتهم عم تزداد لما بدي الانسان يطور الصناع عنده صح من وين تمنا نيه فترة علموناها بالتاريخ صحيح فترة الثورة الصناعية بدينا انطور التكنولوجيا انطور اجهزة وهاي الغازات عمليا مش بس من صناعة السيارات عمليا بتطلع كمان من الزراعة من البناء من المواصلات من الطاقة من النفايات عمليا كلياتها تطلق هاي الغازات حتى المواد اللي بتتفكك وتتحلل وتتخمر تطلق غازات حتى من الزراعة حتى من الصناعة حتى من البناء يعني عمليا كل شي بتحرك وبنصنع وبنبني بطلق لنا غازات وشايفين عمليا توزيع توزيع يعني الزراعة كمان بتطلق كمان الغابات بس لا شك انه الطاقة انتاج الكهرباء والمواصلات الى اندور كبير كبير وجزء كتير في اطلاق هاي الغازات اذا كل شي فيو صناعة فيو انتاج كهرباء فيو اطلاق غازات والغازات هاي بتنطلق للجو واحد من الغازات المشهور جدا واللي العالم قلق على ارتفاعه هو تاني اكسيدي الكربون احنا بناخد اكسوجين نتنفس بنطلق تاني اكسيدي الكربون بسمه سي او اتنين سي يعني الكربون و او اتنين يعني الاكسوجين العلماء واللي بيشتغلوا في مجال علم البيئة قاسوا وفي كتير مراكز في العالم مراصد بتجمع تغيرات في هذا الغاز بالخمسين كيلومتر وتبين من الف بسعمية و تلاتين لما كانت الثورة الصناعية في بدايتها ما كان في غازات كتير بس اذا منقارنوا تطلعوا في الرسم البياني هاللي احنا بنحنا نطلع الرسم ونفهم شو بقولنا محور اكس بقولنا السنوات يعني من الف تسعمية و ستين لعند الالفين و عشرة و محور واي بقول لي قديش عدد جزيئات تان اكسود الكربون بكل مليون جزيء بسمو بارتكال بير مليون او بي بي تي عمليا يعني هذول الجزيئات بقولولي قد في تان اكسود الكربون الهواء مقوى من عدة غازات مثلا الاكسوجين قدي نسبة الاكسوجين من مينكوذاكر صحيح واحدة عشرين في المية و عمليا مين اكتر غاز بالهواء في صحيح قسم مينكوية عارف غاز النيتروجين 78 في المية اذا غاز تان اكسود الكربون مش تركيز كبير يعني سفر فاصلة سفر ثلاثة سفر ثلاثة خمسة و عشان ايه كاي الوحدات التلتمية و عشرة من المليون فيعني سفر فاصل سفر ثلاثة و اذا بتطلعوا مع تقدم السنوات كل ارتفعت من سفر فاصل سفر ثلاثة واحدة سفر فاصل سفر ثلاثة تسعة يعني غاز تان اكسود الكربون نسبته بالشو عم تزداد من الحرق و من الزراعة و من انتاج الكهرباء و مين منا بركب السيارة ياريت نبدا نركب اشياء بتحرقش لانه غاز تان اكسود الكربون هذا هلوي واحد من غازات الدفيئة بس يعتبر من اهم الغازات و كمان غاز تاني رح نحكي عنه اللي له خطورة كبيرة عم بتعملنا مشاكل عم بتغير لنا هالخمسين كيلو متر الفقينة الغلافة الجوة عم بتغير ولما الغلافة الجوة بتغير بتغير المناخ بتتغير حالة الطقس يعني بصير في يعني تغير في المناخ هو حالة الطقس إذا اللي بسبب تغير في حالة الطقس الظاهر احنا لنا دور كبير تطورنا التكنولوجيا لدور كبير عشانيك بالعالم كله الطلاب الشاطرين اللي زيكوا بيبدو يهتموا بيبدو يقولوا احنا بنا نورث منكو غلاف جوي طبيعي لانه لكل حق تعيشوا بغلاف جوي سليم هذا اللي بيسموه الاستدامي رح نتطرق إلها ولكن عشان نفهم شو الغازاتة بتعملنا بدينا نفهم شو المبادئ الفيزيائيه والكيميائيه اللي بتصير احنا عمنا شمس زي ما انتو شافين بالصورة شمس تبعث اشعتها الاشعة بتصل الارض وزي ما شفنا في منطقة الليتوسفير وين الارض الاشعة بتضرب في الارض وبتنعكس قسم من الاشعة الارض بتمتصه وقسم بنعكس القسم البنكس زي ما انتو شافين لونه على حمار قسم منه اشعة بسموها infrared IR يعني اشعة حراريه يعني الاشعة اللي بتنكس قسم كبير منه اشعة حراريه وهي الاشعة الحراريه بتنطلق للغلاف الجوي ولكن بسبب الغلاف الجوي بتنحبس ما بتقدر تنطلق للغلاف بريتي الخمسين كيلومتر فالغلاف الجوي بحبسها مين بحبسها اكتر شي كل ما كان في اكتر تاني اكسيد الكربون بالغلاف الجوي بتنحبس اكتر كل ما كان في عنا غازات دفيئة اكتر زي ما قلنا تاني اكسيد الكربون غازات مع النيتروجين مع الفلور والكربون كل ما عمليا حبسنا اكتر ده مثلكو اياها زي ما انتو بالصيف او في يوم في شمس بتفوتوا عالسيارة قول السيارة كانت مسكرة والشمس فاتت بالصيف بتحسوها كتير وكانت السيارة واقفة بره بالشمس اتركوا السيارة نص سيعة تعالوا عليها افتحوا الباب فوتوا بتكون نار نار يا حبيبي نار من ايش الخطحم ما حدا ولع اشي جوا فشو اللي بصير نفس الشي هذا الاشعة بتفوت من القزاز بتضرب في الداخل السيارة قسم الاشعة بتناكس ها ولكن الاشعة اللي بتناكس ما بتطلعش بريت القزاز ليش؟ لانه القزاز بحبسها يعني الاشعة الحرارية هاي قزاز ما بتقدر تهرب منه هذوي السبب اذا بترك سيارة بتكون درجة حراريتها نقولي عشرين برجع عليها بنص نهار بتكون خمسة وسبعين ويمكن انتم سمعتوا هدول الاهل مرات اللي بينسوا ولادها من قلب السيارة ربع ساعة اكون بدرجة حرارة عشرين اصير سبعين كتير كتير بتأثر وممكن تسبب انه ناس تفقد حياتها زي ما صار اذا عمليا عامل الدفيئة موجود بالسيارة يعني تماما هذا نفس المبدأ الفرق انه بالسيارة في قزاز في الطبيعة في عنا غلاف جوي اللي مكون من ثاني اكسيد الكربون وغازات تاني والانسان فكر وقال اوكي اذا تعطي ابني دفيئات يعني ابني ايش ابني بالزراع على نفس المبدأ بدل ما حط قزاز بحط عمليا بلاستيك فعمليا بيغطيها ببلاستيك ونفس المبدأ هيك انا بسيطر على الداخل المكان اللي بدي ربي فيه نباتات اذا عمليا عامل الدفيئة هذا الغازات واللي عراس تاني كسود الكربون وغاز تاني راح نحكي عنه عم بعملنا الاحتباس الحراري يعني الارض عم تسخن اكتر يعني عم بصير في عنا حرارة اكتر والاحتباس الحراري زي ما انتو شايفين بالصورة is bad news not good news مش اخبار منيحة اخبار سيئة طلع نص الكرة الارضية التاني من جهة التاني شو عم بصير فيها عم بتلهلب وعمليا احنا علينا حق عم نورثكو كرة ارضية مش كيف استلمناها عشانك لازم تفيقو مش تداركو سكتين لازم نتحرك لازم انتو تحصلوا على حقوقكو واحد من حقوقكو هيو انو احنا نسلمكو غلاف جوي وكرة ارضية هاللي تسمحلكو تعيشو بكرامة ومش بهذا الحمل ورح نحكي عنه في القسم الاخير بالاضافه للتاني اوكسيد الكربون في غاز كتير كتير مهم رغم انتو انتو بالابتدائي بس انتو اذكية ايجا الوقت تعرفوه من هذا عدوكم وعشان تخبرونا تقولونا تصحونا هذا الغاز اسمه سي اف سي سي يعني كلور اف يعني فلور سي التاني يعني كربون عشانك اسمه كلورو فلورو كربون وهاي المادة اذا منطلع على الرسم البياني زيتاني اوكسيد الكربون طلعوا محور اكس سنوات واللي بيقرأ انجليز بيصل بعيد لانه الانجليزي مهمي جدا في الابحاث وعشانك انا حبيت احططولكو اياها بشكل كمان باللغة الانجليزية لانه كتير كتير قسم منكو تصيروا علماء تصيروا باحثين واذا بتطلعوا محور واي شايفين مليون بي بي تي هذا هو غاز سي اف سي هذا الغاز اللي بينطلق من نشاط الانسان واو من السبع سبعين للخمسة تسعين واسه كمان عالي عم بيستهت ارتفع من متين وخمسين لحوالي خمسمية ضعف طب شو هاي المادة بتعمل شكلوا المادة يا جماعة خطرين يا احبائي اذا بتطلع هاي المادة اللي بتنطلق هاي المادة ها فكرة عدوري كان في بردات تشتغل على غاز هذا الغاز بيطلق هاي المادة يمكن الشباب والصبايد يحكيني ان شغل يزعلوا مني بتعرفوا هذا السبريب تستعملوه عشان شعراتكو يوقفوا في منهن هاي المادة هاي المادة من نشاط الانسان من الصناعة عشان توقفوا البردات اللي فيها نوع هذا الغاز بيمطلق للجو من النشاط الانساني بالذات انتاج الكهرباء المصانع الزراعة وهاي المادة شو بتعمل ذاكريين قتلكوا فيه بالغلاف الجوي طبقة اسم طبقة الاوزون بين خمسة لستة سبعة كيلو متر شو يعني اوزون يعني تلات ضرات اكسوجين عشان كبسمها او ثلاتة شو بتعمل هاي المادة هاي المادة بتعمل اشي خطير للاوزون شايفين التلات ضرات بتكسرن بنطلق اكسوجين او اثنين بطلع اولى حاله ولما هذا بينطلق بتصير عملية كسر الاوزون بنهدم واو طيب وماله انا ومالي اوزون ما حكناش عنه شكله صح في عنا عامل دفيئة بس فوق عامل الدفيئة في هاي طبقة الاوزون الله يخليها ليه الله يخليها لانه اشعة الشمس لما بتصل للارض هاي الطبقة فلتر تستاضي الاشياء القاسي اشياء الخطيري اشياء اللي فيه طاقة كتيري وعشان هيك هي مهم جدا لو فيش طبقة اوزون كانت اشعة الشمس كله بتصلنا وقسم منه كتير ممكن يطور امراض خطيري بالجلد عشان هيك طبقة الاوزون الى دور كبير بسلامتنا بصحتنا وعشان هيك مهم جدا الانسان يحمايها ونحافظ عليها وهذا الاوزون اذا منطلع طبقة عم بتبدأ شوي شوي تختفي بسبب زيادة لكمية الخلورو فلورو كربون هاي المادة تطلع شو عملتنا الكرة الارضية حتى اليوم نقدر نصور الكرة الارضية ونتطلع وين المادة هاي موجودة الاوزون وين صار فيها انخفاض واذا منطلع بالرسم البياني من الالف وتسعمائة وستين لالالف تسعمائة وتسعين طلعوا محور واي قديش كمية الاوزون عم تبدأ تنخفض كانت تلاتمئة وخمسين طلعوا نزلت نمية يعني نزلت كتير يعني عمليا هالغلاف هذا الجو اللي فيه الاوزون وين بالذات طلعوا بالصورة الكرة الارضية من التسعة تسعين القلق بدي فوق طبقة القطب الشمالي والقطب الجنوبي وعمليا تكون ثقب اذا عمليا صار في عنا الثقب في الاوزون هذا الثقب يعني فراغ معين ما فيوش هذا الاوزون اللي كان نمسك اشعة الشمس فصار اشعة اقوى تقدر تخش فصارت اشعة الشمس اخطر يمكن اغلبنا كمان صرنا نسمع انه مشميح نقعد بين الساعة 11 والتنتين بالصيف استقبال الشمس ونتحمر ونتقمر ونتشزف زي ما بقولوا لانو خطر لانو الاشعة هاي خطيرة كتير اروح البحر من الصباح لال11 او من بعد الثلاثة لانو مهم جدا هاي الاشعة اشعة خطيرة وطبقة الاوزون ها بتنزل 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 وصل لوضع طبقة الاوزون نزلت غازات الدفيقة ازدادت عامل الدفيقة صار كبير وبدينا نحس كتير اشياء عجيبة غريبة اذا بنتطلع من سنوات الستينات للالفين وعشرين درجة درجة حرارة الكرة الارضية عم تزداد هذا اللي بيسموه الاحترار المعدل الاحترار ارتفع ارتفع بكميه يمكن بنسبه يا شو يا شيخ نص درجة حرارة لا يا شيخو يا شيخها درجة حرارة درجة ونص راح تولع المنطقة هالدرجة ونص مش بس درجة الحرارة بترتفع العبء الحرارة بيزداد ولدالك بصير عبء حرارة كتير كبير وعمليا الاحترار الملحوظ اللي بدينا نشوفه هاللي ناجم من الطبقة الاوزون اللي فتحت وعامل الدفيقة اللي مكون من كل الغازات عم بيزداد وهذا والسبب انه في الاتفاقية في باريس انه كل الدول بشمال بلادنا مضوعه اتفاقية انه عشان نورثك بيئه اكتر ملائمه اكتر سليمه لازم نقل الكميه تانوكسيد الكربون بتنطرق للجو ومضت كل الدول منها اميركا اه بس بعدين اتراجعت وعمليا هذا المثاق الدولي اللي مهم جدا لنا قانونيا هذه الاداة اللي بقيتكو انتو شباب وصبايا اليوم عندكو قانون دولي واتفاقية دوليه اللي بتلزم العالم كله ولازم العالم كله يلتزم انه نحافظ على البيئه لانه اذا محفظناش على البيئه محفظناش على هذا الغلاف انتو اه بكرة بدكو تصيروا كبار يكون عندكو عائلات ولاد ولادكو راح يتضرروا اذا احنا معاكو لازم نهتم انه الاحترار هذا يبقى ممنوع نسمح لهذا الاشي هذا اشي كتير خطير ودرجات الحراره العالي مع الاشعه اللي دخلت والثقب تماما فوق الخطب فبدي الجليد اللي سألنا عنه ليه عم بدوب هلا واضح ليه عم بدوب لانه الاحتباس الحراري ازداد غازات الدفيئة ازدادت ثقب في الازون كبر وبدي الجليد هالهو مياه عذبه يذوب ولما الجليد بذوب وين بروح في المحيطات شو بصير بالمحيطات ارتفاع الماء بارتفع يمكن تقولوا اما المحيط كبير صح الكرة ارضيه كبيره بس كمان جبال الجليد اكتر وكبار ولما الميه بتدوب طلعوا ده بدوب الحلو شو صار فيو قاعد فوق يقولوا انقضوني يعني التلج عم بختفي فالغلاف الجوي تغير والميه بترتفع ها مش بس الميه بترتفع الطقس بنجن يمكن انتو حسيتو حاميه وبارد بارد شتا كتير كتير فايدانات وجفاف كتير والصيف السني شكله حامي السني كان في شتا كتير حسينه كتير حلو كتير رائع يكون في شتا حتى بحيرة طبريه قالت خلاص يا جماعة كافي انتلت بس وهي الاول مرة بتنتلب هاي الطريقة بس كمان راح يكون حم كتير في مناطق في العالم بأوروبا زوابع عاص عواصف تورنيدو في امريكا عمليا كتير انقلابات في غلاف الجو غلاف الجو بنجن وكميات الامطار بكميه كبيره عم تنزل بفتره قصيري جرف كتير في في الوديان وبنفس الوقت في المناطق الصحرويه عم تصل ستين درش الحراري زي ما تبصى بالخليل عنا بالنقه بتصل لخمسة واربعين وخمسين وعنا كمان راح ترتفع درش الحرارة وعد فاكروا درجة لاشتمش بناتنا بناتنا وابوها كمان لانو اذا درش الحرارة ارتفع تبدا رجونوس يعني الحرارة ارتفع اكتر انتو راح تحسوا الدنيا حامية اكتر قضية مش بس درش الحرارة قد بده تكون الحرارة حوالينا قد دير رطوبة وعشانيك لازم تتحركوا عشانيك لازم تحافظوا على البيئة لانو بلادنا كمان راح تتأثر بلادنا راح تتأثر كتير يعني في تقارير علميه عن الانسان والطبيعه ما عطوا تقارير رائع عم بقول شو عم بصير ببلادنا طالوا مثلا تلقبيب اللي منكو كان بتلقبيب كتير حلوي شو بده يصير فيه تلقبيب وحيفا وعكا واو لما سطح البحر راح يرتفع شايفين المي في عكا وبحيفا راح تغمر قسم كبير من الساحل مش بس اك حتى بتلقبيب المي ممكن تصال لشارع اسمه ابن جفريل يعني عمليا في هولندا في الشجبال منطق كتير مستويه غادوا على سطح البحر حاطين حتى جسر غاد عشان في مناطق اوطى من البحر طب شو بده يصير بحالتنا المساكين هذا هو السبب انه فيه قلق عالمي فيه اهتمام عالمي بس ما بتقلم الواحد اللي الا بحسها جلده وعمليا زيان بقولوا ما بحق جلدك غير مين ضفرك وانتو بدكو تتحركوا انتو بدكو تفيقوا انتو بدكو تطلبوا من بلادكو تطلبوا من عائلاتكو تطلبوا من بلدتكو تطلبوا من كل العالم واليوم معاكو الايفون مش بس عشان تويتر وفيسبوك وانستجرام او لايك انشير ممكن تستعينوا فيه تكونوا جمعية كبيرة بكل العالم طالبات اطفال اللي بتطلعوا على المستقبل بتطلعوا انه حقكو هذا حق لكو انكو تورثوا طبيعة سليمي انه غلاف جوي سليم وعشان انك احنا مندربكو منعلمكو منقولكو تحركوا تحركوا انكو انتو تحافظوا على البيئة تحافظوا انه كل العالم يلتزم بالاتفاق الاتفاق اللي فيه ما نطلق كتير كتير تلويث وعشان ايك الامل فيكو لانه انتو راح بالمستقبل تقودوا الدول انتو راح تأثروا على العالم هونو بالعالم عشانك لازم تتواصلوا مع كتير شباب وصبايا بجيلكو من العالم عشان نصل الحل الصحيح الحل اللي العالم بدي يتحرك ويوعى العالم اللي بدي يقول اوكي في عنا شمس بل كا استعملنا الشمس ننتج منا طاقة زي ما اليوم في صيرات بتمشع شمس زي ما اليوم في عنا سخان الشمس اللي فيه مسخن المي زي ما اليوم ممكن نستعين بالرياح زي ما بالجلال ممكن نستعين بطواحين هواء اللي بتنتج لنا حرارة بتنتج لنا كمان كهربا زي ما كمان ممكن ناخذ هاي الاشعة تبعت الشمس في الصحراء نمتص الاشعة وننتج منا كهربا وقاموا حديقة من الشكل في منطقة النقاب عنا ولكن ما بكفي لازم كل حياتنا تتحول انه نبدأ نستعين بالطاقة الخضراء الطاقة اللي بتتجدد الشمس ثابت دايما معنا اربع مليارد سنة عنا شمس شو بصير بعدين اربع مليارد سنة بنفكر راح نفكر لها شو بنصير هلا عنا اربع مليارد سنة شمس طب طاعتنا نستعين فيها بتاعتنا نحول حياتنا كله نستعين بالطاقة الشمسية وعنا ببلادنا كل يوم في شمس يعني بغضر استعين فيها بتاعتنا نستعين بالرياح اللي بتتجدد دايما بأمواج البحر اللي دايما بتتجدد بالأنهر بشلالات نياجارة بشلالات عنا كمان في بلادنا في شمال البلاد وادي الاردن الشمال الجبلي بغضر يقيمو غاد ينجو حرارة منو ينجو منو طبعا الكهرباء اذا انتو وظيفتكن نغير اذا بقولو غير الدسك بدماغك انتو الدور اللي لازم نفكر ونقود القياديين بالعالم تعالوا نغير حياتنا تعالوا نبني طاقة هاللي فيها استدامي شعن استدامي يعنو انو انا بغضر استعين بالموارد الطبعي المتجدده زي الرياح زي الامواج زي اشعة الشمس وبنفس الوقت اورث للجيل اللي بعدي كمان كل الموارد الموجودة يعني لو سرقنالك واخدنالك كل نفط شو دبقالك ودخلكو وانتو قاعدين وكتبين لي وضغطين على لايك ان شير شو ما بنفعش اذا احنا صح صغار بس يقبار بالعقل بدنا نتحرك نبدأ كل واحد منا ياخد مسئوليه على نفسه في مدرسته في صفه في بيئته في قريته وآه في بلادنا في حكوماتنا وبكل العالم هذا هو اليوم الاشي المطلوب انو انتو احنا معاكو نعمل الكل عشان نعيش بكرامي بس نورثلكو بيئة في استدامي وعلى هذا الاساس قبل ما اعطيكو المهمة المهمة جدا ونحرككو ونفعلكو مع البابا والماما واخويه واختي تعال نحاول نلخص شو ما نقول الانسان حقه يكون نشط حقه يركب سياره تخيلوا كل سيارات لبلادنا الشمس واو جميل ولا ندفعش مصاري بنزين من لوثش الجو تخيلوا انو عالمنا كلياته مستعمل من طاقته من الشمس من الرياح كان العالم غير شكل انتو بتستاهلوا عالم اكتر من ايك فغازات الدفئة اللي احنا عم نطلقها بسبب الصناعة هي بتعمل الاحتباس الحراري حكينا عن تاني كسيدي كربون حكينا عن غاز اللي اسمه سي اف سي هلوه مشكلة المشاكل في طبقة الأزون حكينا انو احنا لازم نحافظ على الغلاف الجوي مش لازم نعمل هذا الاحتباس لانو الاحتباس راح يذوب الثلج المي راح ترتفع بين متر لخمس امتار ابحث بتقول وبالاخر راح تغمر كتير شطوت والغلاف الجوي رايح يتغير بكمية كبيرة غلاف الجوي ممكن يعمل انقلاب في حالة الطقس حمي كتير بالصيف شتا كتير بالشتا ببطل الصيف صيف وبتصير غناي بارك بتشتي فئه بشكله كل يوم ده تشتي او كل يوم ديكون صيف بيصير فصول السني بيوم واحد والعالم انتبعك راح يتغير اذا ما تحركنا والتحرك هو عنوانه واضح طاقة الخضراء طاقة المستديمه نستعين بالموارد الطبعيه بالطاقة المتجدده وما عمليا نترك الكوكوره ارضيه ملوثه لكل حق نتحرك وعشان هيك بننا ناخد المهمه المهمه بالوقت اللي بقيه فيه صبيه صغيره اموره اللي شغلت مشاعر كل العالم كل العالم صار يسمعها بننا نستعين في مواقع انترنت نفتش عن هاي الصبيه نتعلم منا شو عملت تعرفوا منين هاي الصبيه اللي اثرت على مشاعر العالم اللي العالم بديت عاطف وخصوصا هاي الصبيه زيكو قلبها احترق وقالت وصرخت وحكت وكتبت وكتبت لكل العالم كتبت لرئيس امريكا ورئيسة اوروبا ورئيس دولتها واضربت وقالت لا يعني اناف از اناف يعني كفا يعني اجي الوقت انكو تطلوا علينا اجي الوقت متبعوناش حكي اجي الوقت ما تحكونا ويديونوا علينا اجي الوقت ما تبيعونا كلمات اجي الوقت تبيعونا عمل تاخذونا قرارات هاي صبيه نموذج لكم نتعلم منا نتعلم من قيادتها نتعلم من تواضعها ونتعلم نشتغل معاها عشان نحافظ على بلادنا باتكو تفوتوا تفتشوا عنا بركة المرة جوجل بساعدكو اذا لأ انا متأكد في موقع المرام راح تلاقوها انا متأكد كتبوا بتير عنا في مجلة الناتشر وانا متأكد كل مواقع العالم حكيت عنا اجي الوقت نتعلم عنا اجي الوقت تكون نموذج لنا اجي الوقت نتعلم مش بس عن عامل الدفيقه نتحرك عشان نغير حياتنا الكل حق تورث كره ارضيه مع كل الموارد الكل حق تتنفسوا هوى مش ملوث الكل حق تتحركوا وتستلموا كره ارضيه تستاهل وبتليق فيكو وانتو قاعدين لايك ان شير مش راح تكفي اذا منتحرك ومنبدأ نعمل لايك ان شير لمجموعات بكل العالم ومنكتب ومنطلع صوتنا واو منختار اللي بمثلنا بمثل كمان يحافظ على البيئه لانكو انتو وبكرا ولاد ولادكو لما بتبنوا العائلة بحقلكو تعيشوا في بيئه رائعة انا بدي اشكركم على هاي الفتره بدي اشكركم انكو عططوني احكي معاكم ويمكن هلأ حركتكو شوي وفهمنا انه عامل الدفيقه والغازات ملوثي ما بتأثر على المعلم شكله راح تأثر عليكو على ولاد ولادكو كتير وعشانيك تعال انا امل بنفسنا انا امل مرات حتى الصغير بأثر علي كبير كبير لانه مرات كلماتكو مسموعة اكتر ايجا الوقت تعرفوا حقوقكو ايجا الوقت تتحركوا وتبنوا قيادة مستقبلية هاللي تقولوا اناف از اناف وتعالوا تعلموا من هاي الصبيه اعرفوا اسمها اعرفوا تاريخها شوفوا شو عملت اسمعوا شو حكت وانا متاكد انتو مش اقل منا اذا بتآملوا بنفسكو شكرا كتير كتير على الفرصة اعطتويني احكي معاكو وانا متاكد راح تتأثروا وتتحركوا وبحقلكو طبيعة مش ملوثة شكرا لكم اشتركوا في القناة